كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الاستراتيجية الجديدة للجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوات الغزو سيما في محافظات عدن ولحج وأبيان وقالت الصحيفة أن مجموعات من الجيش واللجان تمكنت من نصب مجموعة من الكماء للقوافل المدرعة التابعة لقوات الغزو ومن ثم أمطرتها بعدد من صواريخ الكورنيت الروسية الصنع ما أدى إلى مجزرة حقيقية بالدبابات التي تستخدمها القوات الإماراتية وتحدثت المصادر الميدانية عن محرقة إماراتية حصلت أمس في كل من منطقة كاريش في محافظة لحج وفي معسكر النصر في خورمكسر في عدن وعلى طريق منطقة العالم بين عدن وأبيان وداخل أبيان نفسها مع الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعتمد بقوة على هذه الدبابات وهي دبابات قتال روسية من صنع فرنسا وهي دبابة قتال رئيسية من صنع فرنسا وقال المصدر أن عددا غير قليل من الدبابات والآليات والسيارات قد دمرت جراء صليات عدة من الصواريخ المضادة للدروع وإن جنديين إماراتيين على الأقل وست عناصر من مترزقة العدوان لقوا مصرعهم جراء تدمير آلياتهم العسكرية المدرعة أمام معسكر النصر في خورمكسر بينما لم يتم إحصى بقية الخسائر في المناطق الأخرى علما بأن خمسة إماراتيين كانوا قد لقوا مصرعهم على طريق عدن أبيان قبل يومين أمام مع glترات أسديين بشanna ertام التونسيس لم أغرابا مصحة إبن أبيان قاءل إذاً установ이는 الت heartbeat حسين نصروا أبيان قضي الأمر مصد فريد ق interessante شكرا